يعني أنا هاخد من كلامك بس يا أستاذة هنقل فكرة أنه أنك تجيب اللي محتاجه بس بسبب الظروف الاقتصادية عندي خبر حلو يعني عايزة أروح لحضرتك بقى اتصلح لي أنه أصلاً إذا كنا بنقلد يعني فدايماً اللي بيقلد بيقلد طباقة أعلى منه الطباقات الأعلى ثقافياً ومادياً بتنتهج فكرة المنمالزم أو أقل حاجة أجيب أقل عفش في البيت عشان البيت يبقى شكله أحلى أجيب أقل حاجات تب محتاجها عشان حالتي النفسية تبقى أحلى هل ده مظبوط؟ يعني إذا كان فيه نموذج يعني أستاذة هنقفتحت لنا نقطة مهمة إذا كان فيه نموذج نقلده ما تقول لنا كده يا دكتر والطباقات الأعلى بتعمل إيه وهي بتتجاوز لأحسن إحنا فاكرين أن الأعلى بيدفع أكتر أو بيشتري حاجات أكتر اللي حاسس بغنى داخلي وغنى فعلي وسرق نفسي وعنده ساعة نفسية مش محتاج يثبت أنه غني بالمشتريات أو بالممتلكات مش محتاج ألبس كذا أو أحط بشعارف مجوهرات بالشكل الفلاني أو سعاب بالشكل عشان أثبت أن أنا عندي فلوس أو أصرف كذا أو أجهز ابني بكذا أو بنتي بكذا عشان أبان كذا أنا مش محتاج ده مش محتاج أثبت لحده لكن اللي مشغول أن يثبت ده هو جواه عدم قناعة بالكفاية فاللي كمان بيدور ده عند الآخرين مركز على الماديات فالنتيجة أنه بيجذب نموذج مركز كمان على الماديات أو على المظاهر ومنشوف أن الزيجات اللي تصرف عليها ملايين والناس ظنت أنها كتملت الأسباب بتاعتها للنجاح بتفشل سريعا خلال شهور أو وقت قليل جدا وده بيقرر كتير في الواقع ومنشوف المشاكل دي لأن كان التركيز على الصورة هو اختار صورة وشكل وهي اختارت صورة وشكل وإمكانيات مادية النتيجة أن البناء اتهد لأنه ما كانش فيه اختيار صحيح ما كانش فيه تركيز أجاح الزواج ما كانش فيه تركيز على أن الزواج أصلا فكرة مشاركة وتأسيس أسرة وكمان حصل عندنا في الفترة الأخيرة حاجة بتادت جميلة اتحولت لحاجة عكس الطبيعة وعكس الأديان كلها وعكس المنطق أن الأسرة بتاعة الزوجة كانت بتحاول تساعد الزوج عشان ان اتنين يتجوزوا اتحول الموضوع أنها بقت وكانها طلبات أنه لازم أنها أتجوز بنتك طيب هتجيب لي إيه ده مش طبيعي الطبيعي أن انت كزوج أنه عايز يتجوز هو يجهز الأسياب بتاعته وهو كمان اللي يدفع مر لأ بقت الزوجة بيبقى أهلها بيبقوا غارمات وبيقوا غارمين عشان أنه هما يجوزوها وده عكس الطبيعي في كل البلاد العربية وفي كل العالم طيب إيه الطبيعي؟ ما هو ده بقى يعني خط بس الفيصل الطبيعي؟ الطبيعي بتاع البشر ولا الطبيعي بتاع الناس الهالينة في الأقاليم ولا الطبيعي بتاع المدينة وكل طبيعي ما نستطيع منكم الباقة فليتزوج اللي يستطيع يتجوز أنا بقول لي ابني كده أنا عملت كده بقول لي ابني كده وبقول لي ابنتي كده بقول لي إبني لما تقدر تتجوز تقول أتجوز لما تقدر تشيل مسؤولية نفسك وتقدر تشيل مسؤولية حد معاك تقول أتجوز ما تجيبش حد تعزمه معاك تقدر مادياً ولا نفسياً تقدر على كون المستمع تشمل لتنين والبنت كمان ما تتجوزيش حد مش جاهز لأن لو الجواز ابتد بديون هتخرج لأنه بقى فيهم ضغط وتوتر وعندهم مشاكل